السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم حبيب قلبي يا ربي تكونوا بخير. واهلا وسهلا بكل واحد وكل واحدة النهاردة بيشوفوني الاول مرة. ياريت لو الاول مرة بتشوفوا القناة بتاعتي وعجبتكم الوصفة بتاعتنا ياريت تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو علشان توصلكوا مني كل فيديو هاتي. النهاردة هنعمل مع بعض مشروب وهنضيف له اه حباية او حبيتين سحر بصراحة لازالة الدهون وتخصيص الجسم كاملا هتجربيها ان شاء الله اه هتشوفي نتيجة بنفسك. اهم حاجة طبعا نواصب على اه شرب المشروب بتاعنا. اه الميزة اللي احنا هنقولها النهاردة ان المشروب بتاعنا ده بنشربه كل يوم بس زي ما اتفقنا هنضيف له حبيتين هيبقوا سحر بالنسبالك. عايزة تقليلي وزنك عايزة تفتيتي الدهون عايزة تزيل الكرش نهائيا. يبقى لازم تتفرج معي على الفيديو ده للنهاية. وزي ما اتفقنا المشروب ده موجود عندنا كلنا وكلنا بنشربه. معنا المشروب بتاعنا هو الشاي. كلنا طبعا بنشرب الشاي بتلات كبيات او كبيتين في اليوم. هنضيف له النهاردة زي ما اتفقنا حباية واحدة او حبيتين هيبقوا سحر بالنسبالك. طبعا ممكن تستخدمي الشاي البودر اللي هو ده. بيبقى باكت آآ بودر. او الشاي اللي هو الفتل. اللي هي الفتلة العادية. اي نوع شاي بتستخدميه. زي ما اتفقنا اي نوع شاي بنستخدمه آآ كلنا بنشرب الشاي بعد الفتار وبعد الغداء وبعد العشاء. تابعوا معي الفيديو النهاردة علشان اقول لكم ايه هو المكون اللي هنحطه على الشاي هيخسسك وهيخلي وزنك آآ حوالي ستين كيلو سبعين كيلو لو حبة. آآ هنجيب الكوباية بتاعتنا اللي هنشرب فيها الشاي وهنحط معلقة صغيرة من الشاي اللي موجود معانا. او هتحطي فتلة شاي اللي هو موجودة عندك شاي فتل. آآ هنحط عليهم طبعا مية مغلية. هتبقي غالية مية عندك. كلنا بنعمل الشاي طبعا الشاي الكشري بتاعنا المصري. هنحط مية مغلية في الكوباية. اهم حاجة طيب يا بنات آآ ياريت اللي تستخدم الوصفة آآ اللي موجودة معانا دي او هتستخدم اي وصفة طبيعية ياريت تستخدمها باستمرار. يعني ما تجربيهاش مرة واتنين وتلاتة وتقولي لا ده ما جابتش نتيجة. لازم تستخدميها على الاقل شهر كامل بدون انفصال خالص. علشان تجيت تقدر انها تجيب معاك نتيجة كويسة. المكون اللي معانا اللي هنحطه على الشاي اللي هو المكون السحري اللي موجود معانا هو لبان الدكر. لبان الدكر حلو جدا جدا للتخصيص. في ناس كتير عارفة اللي بتستخدم الوصفات الطبيعية ان البان الدكر كويس جدا في ازالة الدهون وتفتيت الدهون نهائيا من منطقة البطن. او منطقة الارداف لو حابة تخصيصي منطقة الارداف. اللي بان الدكر بيشتغل على الدهون على طول. يعني بيدخل على منطقة الدهون بيفتتها يعني يعتبر ان هو اقوى حاجة ممكن تفتيت الدهون عندك. اه ده شكل البان الدكر اللي موجود معانا. احنا هنستخدم منه حبيتين اتنين بس. مش هنحط كتير لان احنا عارفين ان البان الدكر بيبقى مر شوية. او العلكة. في ناس طبعا بتقول عليها العلكة. بتبقى مرة شوية. فاحنا هناخد حبيتين اتنين بس. اهم صغيرين. علشان بس الشاي بتاعنا ما يمررش ويبقى سهل ان انت تشربيه كل يوم بدون اي صعوبة. هنحط حبيتين صغيرين كده على الشاي وهنقلبهم لحد ما يدوبوا خالص. وبعد كده هتشربي الشاي بتاعك عادي جدا بعد الفطار بعد الغداء بعد العشاء زي ما تحبي. كوبيتين بقى في اليوم تلات كوبات في اليوم ده براحتك خالص. اهم حاجة تستخدمي الوصفة دي لمدة شهر. علشان تقدر ان هي تجيب معاك نتيجة كويسة. لو حب ان انت تحلي الشاي بتاعك هتحليه بسكر دايت او نص معلقة عصر ابيض. لكن السكر الابيض بتاعنا بتاع المطبخ مش هينفع خالص في الوصفة بتاعتنا لان السكر بتاع المطبخ بيبقى السعرات الحرارية بتاعته عالية جدا. فمش هينفع ليه التخصيص نهائي. هتحلي الشاي بتاعك. بسكر دايت او نص معلقة عصر ابيض هتستخدمي الوصفة دي تلات مرات مرتين في اليوم وهتدعيي لي. اه اهم حاجة زي ما اتفقنا ان نواصب على شرب الشاي ده لمدة شهر علشان يجيب مع نا نتيجة. ياريت الوصفة بتاعتي لو عجبتكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان توصلكم مني كل فيديوهاتي وكل وصفاتي. بالفة هنا يا رب الوصفة تجيب معاكم نتيجة كويسة. ولو جابت معاكم نتيجة تقولولي في التعليقات وتستنوني في وصفة جديدة.